القرآن ذوالربي عزيزان السفوان سطلا مرتفاف اتسوين ذو فريد مسلماء ورثكين دماء قرآننا قلوبنا له سكن أرواحنا له وطن يملأ فينا عقلا ووجدانا ما أتعس من سار بغير منهج طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبدا الظهر ظنآنا وليس يغنيه عن سؤله وإن شارب من غيره وديانا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيثما ثانثي سمثين اسلام ربي فلعون ما زال أقذ صورة العنكبوت السقي ما يرضى ربي قد نفسر سيلا يحداش ألما ذيلا يثمنتاش ودرس رقم ثلثمية وستة وتسعين إذن هذا هو الدرس رقم ثلثمية وستة وتسعين من دروسي التفسير ولا نزال مع صورة العنكبوت وتفسيرنا اليوم ينصرف الآيات من الآية 11 إلى غاية الآية 18 ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين ربي سبحانه يزرى الإيمان يغزغن ذكولا من المؤمنين يوعدثن سنعين يوعدثن سلجنث أما كنت دا يزرى النفاق إكزذغن المنافقين النفاق إكتشورن أولون المنافقين ولا ياذو بالله طريق النجاة أفريذن السلاكة للإيمان أفريذن التباب الخسارة أفريذن الخسارة ولعنيغ يكو الممين الممينات النفاق رب ند إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعيذ بالله النفاق إلا وصعى داركات إذا كان الجنة سعى درجات جهنم والعيذ بالله سعى داركات وربي في المنافقين الناد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ربي حصثا أما ذي الممنين يهجيسا النعيم ذي الجنث أما ذي المنافقين يهجيسا العثاف والعثاف ذا القرآن وقال الذين كفروا للذين آمنوا هذا الحوار بين أهل الكفر وأهل الإيمان الكفار ننسي الممنين ذا شنان الممنين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ذا شفكا لوعث النظام مثلا اتبعوا سبيلنا سبحان الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبول فتفرق بكم عن سبيله أفريد الاسلاحي فان ضربه ديف جنن الكفاركي ننسي الممنين أجث أفريد الاسلام ما يلا تسيذت إلى سلا الأخار سلا العثاف إلى الحساب والعقاب ولنحمل خطاياكم أذنكني أريرفذن الذنوب نوان أينيس خذما فييري النخ الحقيقة كوليو نذي خذم ذا شو يخذم أذيرف ذا شو يخذم كوليو أربينا دولا تزير وازرة وزراء أخرى ذاك الكفاركي سنن الممنين لنسي بعث كنا فيريث النغ ما يلا تسيذت سلا الأخار ساقيل العثاف إلى الجزاء ذنكني أريرفذن ذنوب نوان ولنحمل خطاياكم ربنا عز وجل رد عليهم إرئيسند وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ذا المحال رباسي قرأوا لشو يرفذن ذنوب بيض بالعكس وقذني يسعني النفاق ذا يعني يرفريث أذى وين دنوب ونسن نثني أذيرفذن وما يلا سولني من الدنوية أذيرفذن ذا يعني خطر ميلا ذا السبب ذا الظالة للنسن أذيرفذن ذنوب ولكن هذا لا يبرئ ذما مظالين لا يمكن ولا تزير وازرة وزراء أخرى ما انتهى وقذني يغنوال الظالين المشركين وذي فعنا راين سن أذيرفذن نثني المسؤولين سن خطر وغنوال أما كنت دا وقذني سن السول نرييرفريث ذا غاد رفذن ذنوب ونسن نثني أكد الدنوب بين السول الرييرفريث إنهم لكاذبون أربي صبح أبطل دعوة دعوة المشركين في قولهم أنهم سيتحملون خطايا الذين اتبعوهم فقط وهم بوراء لا إنهم لكاذبون رب يسيد ذاقين يسيد لكاذبين ذاقين وكلون يزرع أثيغلث أثيه ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ذاقين نعم معندها وينك نحن فريث الظلال الدنوب ني أثير فذن خطر أين يخذ أثيغلث أين كذر عثيغ وذاق أين كذ سول سفري ذن الظلال ذاق تي ذاق ذنوب خطر الذنوب ذا ربي سبحان وإنت إحصان أما ذاين يخذ في ندم أما ذاين يق ضر وولني ذاق مسؤول في الله سربي دي القرآن الكريم في صور قاف إن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من دعا إلى الإيمان له أجر حتى ولو لم يهتدي ذلك الإنسان المدعو ومن دعا إلى الشرك والكفر فهو آثم يتحمل إثم دعوته حتى ولو لم يستجب له ذلك لأنه تصرف باختيار ودعا إلى شرك وظلال وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ رَبِّي سُبْحَانُهُ إِنَدِّي اللَّهِ يَقِي سَيُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُؤَال يوم الحساب يوم الجزاء عما كانوا يفترون عما كانوا يكذبون لأنهم قالوا افتراءا قالوا كذبا يتحملون إثم كذبهم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَّا قَوْمِهِ فَلَبِيثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَاهُمُ الطُّفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ربنا عز وجل أراد أن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعانيه من آذار فذكره ببعض النبيين والمرسلين وفي هذه الآية ذكره بشيخ الأنبياء بنوح عليه السلام ربي سبحانه إفغانا أذي ذاوين أذي سلي أذي السرطاحن في صلى الله عليه وسلم مارثي دي سميختي سويني عدنكو ذا النبيكو ذا الرسول اسميختي داقي سو مغار الأنبياء سيدنا نوح إشقاتي دا ربي سبحانه ذي الوقتني ذنسى الرسول للبشرية ذي الوقتني فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا عمر الدعوة يعني سيدنا نوحكا داعية إلا جارسا تسعمية وخمسين سنة وهو يدعوهم إلى الصراط المستقيم وثاق ذي سعي برا يرنا يوغنا ذمنا وقاذا كيومننكو يسلكن يعني ذي سفينة يعني من الروايات التي قيلت ثمانيين شخص تسعمية وخمسين سنة من الدعوة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا هذا الصبر الجميل عند نوح شيخ الأنبياء لنأخذ العبرة يمكن واحد مننا يدير الدعوة الوحدة أخر لساعات قليلة أو لأيام عديدة ويمل يقول عندي بزيف وانهضر معاك وانا نديرك الدعوة وانا وانت لا تريد أن تستجيب ولكن نتعلم من شيخ الأنبياء سيدنا نوح عمر الدعوة تسعمائة وخمسين سنة كان يغرس الأشجار ويستناها حتى تكبر والناس يستهزوا به وبعدين يقطع فيها منها ألواح ويبني فيها سفينة سفينة سيدنا نوح كل التعرض لكل ألوان الأذى المد والمعنوي ولكنه كان صابرا محتسبا لأنه كان يدعو إلى الله ويكفيه ذلك ويكفيه ذلك شرفا سيدنا نوح يمثي دفذر ربي سبحانه ذاقين في صاره السلام ذاقين كنياك باشا ديني باشا سينة تسعمائة وخمسين سنة نوح عليه السلام يسوى لسفريضا ربي أريوي سارا أريعي ورا أريفشي لرا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما يعني ألف سنة غير خمسين معا سنة عمي وخمسين سنة يمون ذمنا نتيجة فأخذهم الطوفان وهم ظالمون نحكاد ثم شهوت نسيدنا نوح كذ القومين نسوا نحكاد للدورس أني عدان أم إذا شو قدران للقوم نسيدنا نوح ذي الوقت مغرقنك ذي الطوفان لأنهم كفروا ولكن ننوي سلكين ننوي نجان ذي المؤمنين دليل ذي لا يعني دي سدون فأنجيناه وأصحاب السفينة ربي سبحانه يسل إن جان سيدنا نوح أوكذ أصحاب السفينة المؤمن لا نيدس في روايات ثمانين واحد فقط يعني تسعمية وخمسين سنة من الدعوة النتيجة ثمانين مؤمن ومؤمنا أمر عجيب ولكنه أمر واقع بشهد نظر باللي سبحان الله الأنبياء والمرسلون بلغوا بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أقوامهم وبرأوا ذممهم فهم شهداء في الدنيا وفي الآخرة ربي سبحانه ينجا سيدنا نوح أكذو قذي لان ذخل سفينا أهاث واحد ثمانين قلان سلخين وكذ سيدنا نوح ينجا ثم وجعلناها آية للعالمين هذه السفينة آية هذه القصة آية آية للعالمين وستظل هذه القصة آية للناس جميعا ونحن نتذكر نبي الله نوحا عليه الصلاة والسلام وجهده وجهوده واجتهاده في تبليغ الرسالة والنتيجة نعرفها آية ولكن ربي سبحانه دائما ينصر أنبياءه ينصر الموحدين ينصر المؤمنين ربي دائما ينصر المؤمنين أمكن ينصر الانبياء وذي المرسلين سأجيز الآية أتسوح الله ربي سبحانه أمحي القوم اللي غرق لكن مال وقسل سوى نبي الله نوح أكذ المؤمنين صحاب السفينة يقول لان ذي سفينة النجات لسله وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه قصة أخرى ذكر الله عز وجل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالخليل إبراهيم إبراهيم الخليل وما ذعان مع قومه وفي كل ذلك تسلية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم إذ قال لقومه عبدوا الله واتقوه إبراهيم سنة إبراهيم سنغي القوم ينس عبد ثربي وهذه دعوة الأنبياء والمرسلين كلهم كلهم يدعون إلى الله لتوحيده وإفراده بالعبودية وما أرسلن من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون صورة الأنبياء الآية 25 ذقي إبراهيم الخليل إن يسل القوم سعدث ربي أو ذث ربي واتقوه اتقوا الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذاكي سنة إبراهيم الخير لكي سنة القوم سنة الخير نوان الفيذ نوان صلاح نوان لهن نوان ثلوث نوان الفيذ نوان السانة مثل يعني نداء السماء مثل 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 نداء الوحي يسيد ينطق إبراهيم الخليل بشاذ من نصرب ذلكم خير لكم خير نقول ذين قيل لا إن كنتم تعلمون وذو العلم النافع العلم النافع هو الذي يعرف الإنسان بربه فيوحده ويؤمن به ويعبده إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكار إن يسن سيذ نوح أين تعبدون من دون الله أوثانا ثعبد ذمي الزراء الأصنام وتخلقون إفكار أنتم تصنعون آلهاتكم بأنفسكم بأيديكم دون إخونا يخدمون الأرباب يتعبدون الأليهان يتعبدون سيذ ذي الزراء إفكار كذبا وافتراء ذلك كذب مش تسيدات خطر إيه زراني سو خلق إيه زراني سننا ربي خطر وقاذا يقول إيه خلق ربي من الكائنات سن ربي سبحان وربي شرف الإنسان إفكار حريتا إخونا وهديناهم مجدين وربي جرد بريد السلاح إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا وقال لكي تعبد الشريح لكي خلق يا ربي سبحان ورز مرن لكم دون رزاق لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق سلث ربي سبحان الرزق لأن الرزق في يد الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم فابتغوا عند الله رزق سلث كان ربي أكند يرزق ويض أرز مرن لها ألاكن دفكن الرزاق فقد كذب أمم من قبلكم لأنت الأمم السابقة كذبت سيدفنت وينت ذا من أنت الأنبياء والرسل فقد كذب أمم من قبلكم ما تشير يكون كذبا كذبا الكفر وإن الظلال بعد ربي يختم الآية 18 بقوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين وما على الرسول إلا البلاغ المبين الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام الرسول يبلغ كما بلغ النبي والمرسلون الأنبياء والمرسلون يبلغون يعرفون الناس بالإله الواحد ولكن لا يلزمونهم فهم مختارون يؤمنون أو يكفرون يوحدون أو يشركون الأنبياء والرسول صوض أين سندي ناربي أين سندي يوم الربي في 18 ربي ندو ما على الرسول فنفي عليه الصلاة والسلام وما على الرسول البلاغ المبين نتسا دور نس هذه السوض الرسالة أكين سينا ربي ذي القرآن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وربي سبحان يمر في عليه الصلاة والسلام بش هذه السوض أكين يمر لن بي يمزور ذاقي يا ربي وما على الرسول إلى البلاغ المبين الرسول مهمته تكمن هنا البلاغ المبين الواضح الجلي الذي لا يدع مجالا للشك النبي محمد صلى الله عليه السلام السوض يبك الرسالة إصدفك أربي سبحان ألمث المكمال أكين دينا ربي ذي سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالرسول بلغ الرسالة وأد الأمان ونصح الأمة جغم ثلويث أرثم ريليث السلام ربي في اللون ترجمة نانسي قنقر